كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استسمر عقلك اليوم كان يوم صعب على متداولي سوق العملات الرقمية اليوم كان فيه تقلبات جدا كبيرة بالأسواق اليوم كان يوم صعب تحديدا على أصحاب الفيوتر تم تصفية عقود لونغ وعقود شورت بنفس الوقت البيتكوين بهالمنطقة هاي حكيت لكم على مجموعة التليجرام أني مهتم بالصعود وعطيتكم صفقة على مجموعة تليجرام حطينا أول هدف 29400 تاني هدف 29600 بشرط عدم إقفال البيتكوين ساعة أسفل مناطق 28700 والحمد لله كانت الصفقة جدا ممتازة إذا أنت دخلت بها الصفقة ترك لي رأيك بالتعليقات أيضا كانت وجهة نظرنا بالسابق من لما كان البيتكوين بمناطق 30300 هو الهبوط لهالمنطقة هاي لمنطقة 28800 صعود تصحيحي ارتداد لهالمستطيل هذا من ثم العودة إذا بتتذكر أيضا هالكلام أيضا ترك لي رأيك في التعليقات لحد الآن البيتكوين ماشي مثل تحليلنا بالضبط خلينا نتقل التفاصيل إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يصلك الجديد أيضا ترك لي تعليق على هذا الفيديو ممكن تكون أحد الرابحين مسابقاتنا اليومية البيتكوين أصدقاء اليوم شفنا هبوط لمناطق 28600 على بعض المنصات 28500 لكن منلاحظ بالرغم من هالهبوط منلاحظ ضعف بالفوليوم ومنلاحظ أنه صار عندنا ارتداد وترك البيتكوين وراءه ديل طويل كان نتيجة طلب كان نتيجة أوردارات كانت بمنطقة 28600 وفي الغالب الهبوط هذا كان السبب الرئيسي من وراء هو تصفية عقود اللونغ يلي كانت مفتوحة بها المنطقة هاي نتوقع حاليا إذا استمر البيتكوين إن شاء الله بالإيجابية وإذا حافظنا على مناطق 29000 الوجهة القادمة للبيتكوين هو ضرب هالمستطيل هذا يلي بيمتد مناطق 29600 لمناطق 29800 حكيت لكم بالسابق أنه أنا سلبي على البيتكوين طالما البيتكوين أسفل هالمستطيل إذا مشوف على فريم الأربع ساعات عنا وجه جدا ضخم اليوم لمسنا أسفل هالوجه تقريبا مناطق 28600 وحاليا إحنا عند الحد العلوي في حال اخترقنا هالمنطقة هاي قدرنا نسبة علىها رح يكون عنا أول تحدي هو مناطق 29800 لحتى أضمن إنه الصعود هذا ليس للك ود صفقات الشورت لازم نتغلب على هالمنطقة هاي بالسابق كانت عنا دعم جيد وحاليا متوقع سكون مقاومة جيدة أيضا في حال تغلبنا عليها إن شاء الله في عنا أمل جدا كبير الوصول لأعلى قمة عملها البيتكوين لها السنية اللي هي مناطق 31800 هذا هو هدف البيتكوين أتمنى تلتزم مناطق الدخول أتمنى تلتزم بإدارة رأسمالك إدارة محفظتك أمر مهم جدا بكل صفقة عندها المستطيل هاي لازم نتغلب عليها بالنسبة للأشخاص اللي دخلوا معي هالصفقة الخيار إليك أما تسحب جزء من أرباحك وستوبلوز على الدخول أو تستمر بالصفقة إن شاء الله وتحط استوبلوز على الدخول الخيار إليك صديقي لكن إن شاء الله عنا هدف أول 29400 هدف تاني 29600 هاي بالنسبة للسكالبينك بالنسبة للمضاربات وإن شاء الله رح نحدث الوضع بمجرد وصول البيتكوين لهالمنطقة هاي أيضا عنا دايفرجنس إيجابي على فريم الأربع ساعات تشكل مع أول شمعة لمست عنا مناطق 28500 كان في عنا شمعة لمست هالمنطقة هاي على منصة كوين بايس لكن على باقي المنصات لمستنا 28600 بالشمعة يلي بعدها المهم أصدقاء في عنا دايفرجنس تشكل بمناطق 28500 لما لمستنا عملنا قاع أسفل من قاع لكن على المؤشر عملنا قاع أعلى من القاع السابق وهذا بيدعم الصعود إن شاء الله مجرد اختراقنا للمستطيل يلي تكلمنا علي يلي بيمتد مناطق 29600 للتسعة وعشرين الف وتمامية هيك وصل نهاية الفيديو وتمني لعجابكم خلينا نتقل الفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقاء يلي عملناه يوم أمس رح ناخد رابط الفيديو بعدها نتوجه لموقعنا يلي مناخد منه التعليقات بشكل عشوائي رح نختار قسم اليوتيوب بعدها ننزل لتحت نحط رابط الفيديو ونشير التعليقات المتكررة نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن الفيديو شكرا جدا لتفاعلكم أصدقاء عنا 103 تعليقات خلينا نقول بسم الله وناخد اسم الرابح إذن هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته إلى اللقاء